موسيقى الرحلة قبل الأخيرة في الرابع عشر من أغسطس الجاري وها هي اليوم تنطلق الرحلة الأخيرة التي تقل 280 حجا لتكون جملة الرحلات التي تتكون من 17 من الرحلات المخصصة لنقل الحجج الشاديين رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والأمرى إدريس دوكوني الدكير والذي أكد بأن اللجنة قد اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتزليل كل الأقبات عمام المسافرين وتسحيل العمليات وإراحة الحجج الشاديين لأداء شعيرة الحج لهذا الآم تقريبا أشرة أيام في يوم مرت إدنا ثلاثة رحلات في يوم مرت أيوم إدنا أربع رحلات وفي يوم إثنين رحلات بدلنا سوينا 17 رحلة الحمد لله نقلنا وخمسة آلاف مدينة منورة مفروض كل مدينة منورة ويأخذوا ثلاثة أيام كما شكر رئيس اللجنة إدريس دوكوني الدكير رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رأس الدولة لتدخله الشخصي وتوقيع اتفاقية شراكة مع القطوط الجوية الإسيوبية لنقل الحجاج من أنجمين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية فحج مبرور وزنب مغفور لجميع الحجاج الشاديين 169 حجا بمن فيهم رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمره الجنرال إدريس دوكوني الدكير ورئيس المجلس العالي لشؤون الإسلامية الشيخ محمد خاطر عيسى حطت الطائرة التي قلتهم من مطار حسن جاموس الدولي لعن جمينة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي للمدينة المنورة بحيث تمثل هذه الدفع آخر الدفع لحجي ججاد تصل الأراضي المقدسة لأداء ركن الحج هذا وقد كان في استقبالها بأرض المطار نائب رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمره عمر آدمه عبدالله وعدت من مستشاري اللجنة الذين وصلوا المدينة المنورة منذ أكثر من أسبوعين بهدف استقبال الحجي ججادين والإشراف على زياراتهم لمختلف أماكنها المقدسة أول رحلة وصلت المدينة المنورة كان ذلك في الرابع من أعوستس 2018 علما بأنه قد تم تفويج أكثر من 4000 حج حتى الآن إلى مكة المكرمة أول رحلة يكون يوم 4 وآخر رحلة يكون يوم 14 الحمد لله ربنا وفغانا في هذا المجال وعايزنا نشكر كل المسائي الدولة على رأسه رئيس الجمهورية عشان تخطينا في هذا المكان عشان أدى السيخة الحمد لله في 5000 حجاج كان بدنا بـ 4000 بعد كده الهجاج زاد وزيدنا ألف و الحمد لله كل الـ 5000 حجاج على هين مع السيويس التكنيك كلهم 5176 حجاج على هين موجودين في الممرض هذا قدر رباني الحمد لله و ما لقينا أي شعبات من بعدين لخد اليوم نشكر كل المسائي الدولة على رأسه رئيس الجمهورية وليس كان عشان أموجد سابق وحبات من أجل السيخة و هنا في المنكة كان يجب أن نحك نواجد في الممرض وكل الناس يعطينا في المسائي الدولة بما يبدو بصدرات الأهلائق بما يجب أن يرى الكثير من يجب أن يجب أن يحكي ومن يجب أن يجب أن يتكلم كل الوافت من الناس يجب أن يحكي في تحادر المكان بدون ناس دول نكون أخير من نحسسه ونما يكون كده مشكورين جداً وحاجة مدهون ساير مشكورة عمل إنساناً مقبلة تجارة المنطقة